خلينا نبتدي على طول الأول بالأهلي مبارح والدوري المصري شفت مبارح إزاي فوز الأهلي الكبير على سيراميكا اللي خبطة كانت فين اللي عملت فرق كبير قوي في الأحداث طبعا نتيجة كبيرة معنويات عالية للأهلي بعد مباراة العين والنتيجة الكبيرة والأداء الكبير 3-0 فطبيعي أن الأهلي كان نازل بأداء بمعنويات كبيرة وعايز يفرد سيطرته من أول دي خلينا أقولك أن بعد المباراة في المؤتمر الصحفي مارسي الكولر وصف الشوت الأول وانا شايف أن ده أحسن وصفي ممكن يتقال أنه هو أسوأ شوت أداره للأهلي أو أسوأ شوت أداره للنادي الأهلي في مشواره احنا بنتكلم في أن أنت راجع من بطولة عن نهاتك عالية جدا فطبيعي أن أنت تنزل تعمل كل حاجة في الملعب وبالفعل أنت نزلت سجلت هدف مبكر فخلاص كل حاجة ببقيت متاحة أن أنت تسجل تاني وتالت وزي ما نقول تبقى حفلة يعني وسكور كبير ولكن فجأة نكتشف أن الأهلي مش موجود غياب كثير جدا لبعض اللعيبة إمام عشور لغز أنت برضو مش قادر تستغله خلينا أقولك أن أحيانا إمكانيات اللاعب بتخلي المدير الفني يطمع أن أنا أقدر أستغله في كل حتة وهو لعب إمكانياته كبيرة ولكن إمام بقى مشتت أنا في ماتش سراميكا في السوبر بلعبه وينج رايت في ماتش الزمالك بلعبه عشرة بلاي ميكر في ماتش مبارح برضو في سراميكا بلعب بلاي ميكر ولكن هو في الأساس هو بلعب رقم 8 مركز 8 يبقى أحسن نسخة لإمام عشور نقدر نشوفها مع النادي الأهلي هي كانت نسخة الشوت الثاني في مباراة سراميكا مبارح بعدما رجع مكانه ونزل بلاي ميكر محمد مجد أفشا اللي كان كلمة السر يعني كولر صحح أخطاءه في الشوت الثاني مليون في المية مع العلم بالاشتراك مع بعض أخطاء كابتن أيمان رمادي أيمان رمادي عمل شوت أول هايل ولكن مفيش فريق في العالم يقدر يطبق ضغط 90 دقيقة وخاصة أنت بتلاعب فريق كبير زنادي الأهلي أنت لما تطبق ضغط طول الشوت الأول فأكيد اللعيبة استنفازت بدنيا بقى الوضع صعب بتفضل تكمله في الشوت الثاني مع تصحيح بعض الأخطاء للنادي الأهلي في الشوت الثاني فالنتيجة كانت في أول كرة في الشوت الثاني هدف بعدها بدأتين الهدف الرابع خلاص الموضوع بقى سهد رجع رجع بالضبط خلينا بس نقول أن بعض الأسماء اللي كانت غيبة تماما في الشوت الأول عن النادي الأهلي أولهم كوكا اللي واضح أنه كان بدنيا مرهج جدا بعد إحنا بنتكلم برضو سخنة قوي صحيح ما فيش نفس سوبر فريكي في سوبر محلي في مبارات انتركنتينانتل في بداية دوري كل ده أنا مطالب بأن أحقق كل حاجة وأنها طبعا جميلة ندي الأهلي ما بترضاهش بأي حاجة لازم البطولة ولازم اللقب فطبيعي أن أنا أبدأ أخسر لعيبة أو لعيبة طوعة مني بدنيا وهي لسه ما وصلتش طوب فور من بداية المباراة من بداية الموسم آسف فإحنا نتكلم أن لازم الأهلي يكون في بديل وهي دي مستناد الأهلي إحنا نتكلم في قائمة فيها تشكيلة أو تشكيلة تانية وتشكيلة تالتة أنت الأهلي عنده عناصر كتير جدا تقدر تساعدوا في الحتة دي لازم نشيد بدور مهم جدا أنا ومحمد شناوي لو لمحمد شناوي في الشيط الأول كان ممكن الشيط الأول يخرج ثلاثة أربعة عن السيراميكا أنا نتكلم في مفرادين تمين بيه بالمرمى بيقدر يتقلق بشكل كبير جدا وينقص خلاص إحنا تعبنا من كتر ما بنقول الحارس الكبير هو اللي بيشيل لا خلاص هو كب محش النوم معروف خلاص يا جماعة إحنا بنتكلم في حارس من مصر الأول اللي يقدر يجيب بطولة في السوبر جاب بطولة في إمبارح جاب مباراة مهمة جدا من ثلاث نقط عمل كل حاجة في الملعب ومن وجهة نظري قالت لكي ما تلاعب إنه هو اللي يجب يبقى كان يبقى مانو في ماتش خلاص إنت بتتكلم في حارس هو جاب لك ماتش في الشيط الأول شكرا